داخل الحكومة داخل الحكومة سأرى سيد نظم سيد نظم أنا أعرف أنه أنت تعرضت إلى محاولة تغتيال نعم يعني الحمد لله على السلامة الله يسلم يعني في محافظة الديوانية نعم يوجد في منزلي في منزلي نعم يعني شنون صارت هذه المحاولة ومن من وياجهها وشنو إجراءات الحكومة إجراءات القوات الأمنية في محافظة الديوانية والصراحة هو يدخل بملف السياسة والحكومة والتنافس نعم يعني أخلي يكون يعني مستعد لكل الضغوط مرة المالية مرة الترغيب وترهيب فأنا ما أعتبرها يعني بقدمة بأنه كانت رسالة حقيقة رسالة من الأحزاب أي يعني أكيد لأنه الشخص اللي موجود كاميرا توثقت بأنه جاء زرع يعني فتشي عبوا بباب المنزل وانفجرت بعد الحمد لله كذا دقيقة يعني ما كان أعتقد لو يريد يستهدف شخصي يعني شننت موجود دائما نعم واني يعني عملي ميداني رسالة من الأحزاب السياسية يعني نتمنى تخلص على ذيك الرسالة وهاية بعد يعني الأخوان اللي ماضين بالأدل الجنائية والأرحاب وكذا ماضين بالتحقيقات والكاميرات في المنطقة ما توضح أي خيط لحد الآن لكن نسأل بأنه سلامة لجميع أخواننا المستقلين لأنه قانون انتخابات موجود كنت أنت طلبتوا حماية من سيد مقتدى صدر؟ القانون انتخابات الجديد صراحة لا بس طلبتوا حماية لا أبدا أنت زرتوا سيد مقتدى صدر؟ نعم نعم نعم